فجأة وعلى غير عادة وزع جدول أعمال مجلس الوزراء يوم السبت في حين أن الجلسة ستعقد الأربعاء في قصر بعبده الخبر ليس في توزيع الجدول الذي يتضمن 76 بنداً إنما ما تضمنه البند الأخير تحديداً فلأول مرة ترفق البنود بتقرير موقع من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ويتضمن خطة كاملة لمشروع الكهرباء بمعنى آخر تلقى وزير الطاقة صفعة على الناعم من رئيس حكومته في خطة مناقدة تماماً لخطة الوزير الذي يشترط تنفيذ خطته وإلا فليرزح لبنان تحت الظلام والأهم من ذلك أن خطة ميقاتي تناقض في المضمون والكلفة والوقت خطة بسيل ولعلها تفضح ما يطمح إليه الوزير الطموح من أرباح طائلة إذا ما نفزت خطته الكهربائية إذن تقرير كهربائي كهرب الأجواء ولعله قد ينكل خطوط التوتر العالي جداً إلى داخل الجلسة التي يتوقع أن تكون صاخبة ما لم يتدخل المصلحون الضابطون لإيقاعات الحكومة المتفجرة خطة ميقاتي التي تسقط خيار بسيل باستئجار بواخر لتوليد الطاقة تضمنت المخالفات التي شابت عملية المناقصة على تلك البواخر فاقترح بديداً ببناء معمل كهربائي بكلفة تدنت إلى نصف الكلفة التي تقدم بها بسيل وبفتة زمنية لا تتعدى السنة إذن هي صفعة مزدوجة لوزير الطاقة ووزير المال الذي أعلن استفافه إلى الجانب وزير الطاقة الذي هدد بدوره بإعلانه موقفاً مدوياً يرد فيه على ميقاتي وطبعاً سيجند النائب ميشيل عون لقاءه الأسبوعي لتأمين الدعم اللازم لصهره في شن هجوم يتوقع أن يتخطى كل الخطوط الحمر في محاولة للنيل من ميقاتي ميقاتي الذي يحظى بدعم رئيس البلاد خصوصاً أن العماد ميشيل سليمين لحظة الكلفة العالية لاستئجار البواخر ما رسم علامات شكوك عالية أيضاً على عملية المناقصة وما رفع أصهم خطة ميقاتي لديه التي تكاد توازي نصف مبلغ خطة بسيل وفي فترة زمنية هي سنة مقابل خمس سنوات لبسيل المعلومات الصحفية تقول أن ثمة عاصفة جديدة تقرع وبقوة على باب مجلس الوزراء خصوصاً أن رئيس الحكومة وبحسب المصادر يبدو مصراً في دخول المواجهة حتى النهاية مع وزراء التيار العوني الذين حتى الآن لم يربحوا معه أي جولة وأخرها ملف الأجور وفي ظل روائح الصفقات التي تتعالى بشكل لافت من الوزارات التي هي بحوزتهم وخصوصاً وزارتي الطاقة والاتصالات وربما يقرأ المكتوب من عنوانه إذ من المستبعد إسقاط مشروع رئيس الحكومة وممنوع مجهة ثانية إسقاط الحكومة ولا يتبقى إلا حل وحيد إما أن يتأبط بسيل مشروعه إلى النسيان ويقبل هزيمة أو يتأبط استقالته ويرحل وهو أمر بعيد كل البعض عن أدبيات الوزير المعني